بس اليوم أكو أساليب دصير يعني عد التجار يعني عدهم أساليب وهواي يقدر ينفذ من هذا المكان ويوصل لنا أساليب أساليب قلت لك صارت عدهم تقنية يعني هم قام يناورون حتى عدهم هم طيارات مسيارة دعرات تنقل هاي المواد ينقلها يعني صارت عدهم شغلات حديثة قام شي سوي يقول لها أحط المواد بالمكان الفلاني وعاد جي بي أس تروح تستلم هنا وتحول لي الفلوس هيك هيك صارت اكتشفتوها لهذه الحالة ايه اكتشفناها هاي الحالة يعني يقول لك أنا خلي ليها بهذا المكان وعطيك عاد جي بي أس تحول لي الفلوس وأنا أطيك ياها عاد جي بي أس تروح تأخذها وتطلع الأخيرة هس بعد ما أمر السيد المعالي الوزير المحترم بكاميرات لحصير يعني كل ثغرة ما تتأمن يعني تشبيرها هاي المساحة لحصير كاميرات يعني كاميرات تنحط بها المناطق اللي بيها يعني ثغرة يعني أنتو المعدات والآليات اللي تستخدموها ستة مدام ذكرتني على قضية الكاميرات هاي الطائرات اللي يصور للمراقبة للمناطيد هاي اللي عدكم منظومة عمل بالذات البصرة الممر الرئيسي نعم دي أو أتكاد أن تكون أكبر ممر رئيسي للمخدرات عدكم هايش تكنولوجيا؟ عدنا بكالة الاستخبارات يعني عدنا هناك مديرية خاصة اللي هي مديرية التقنيات عدنا هاي يعني وأكثر من عمل صار بيها يعني بعد أخبار السيد الوكيل تطلع مفارز ظن الواجب وتباشر بالطائرات المسيرة زين سابقا أنا أعرف وأنت أكثر خبرة مني البصرة كانت ممر عبور شون تحورت هالسي إلى ممر وتجارة وتعاطي؟ وين المناطق الرخوة أو البيئة التي سمحت لنموها بهذا الشكل؟ الدكتور هي بطبيعتها محافظة البصرة محافظة شبيرة وأطرافها أطراف يعني عدنا مثل المحاذية للدول المجاورة من خلال المعبر يتم استيعاب أكثر من الشباب للعمل هذه فتبدي تنتشر من خلال ذولة يعني هو موجب مثل من محافظة بغداد ويندل هنا بالبصرة ويندل الممر اللي سيعبرها فهم كلهم من هذه المحافظة لأن يندل الطريق ويعرف ويروح ويجي ومن يجي يتعرفي رديبات البيئة فيطلع البيئة فصديقة وكذا فيصير من خلال هذه التجارة للتعاطي بالتعاطي؟ أي للتعاطي زيان أنا أريد أسأل أنتوا المواجهات اللي اتم مع الإرهابين أولا شلو أسلحة المجرمين تجار المخدرات ومستوى تسليحكم أنتوا طبعا إحنا مستوى تسليحنا أسلحة عندنا بيكيسيات وبنادق ومسدسات كذلك بدعم من قيادة الشرطة وقيادة العمليات يعني اليوم إحنا من نحتاج أي قوة نخابر قائد الشرطة أو قائد العمليات الناس يعني ما يقصرون يعني قائد الشرطة داعم لهذا الموضوع مع المدرية المخدرات وكذلك قائد العمليات يعني اليوم إذا أخابر على أقول له سيدي عندنا واجب مثل بفلان مكان يقول لي إيه شتري ديش قد كم عجلة بس إحنا تعرف واجبات المخدرات أكثرها مدنية حتى ينجح الواجب تعرف من الطب مدني بسيارات عسكرية شوي صعبة مع كل هذا هم يساعدون بعجلات مدنية وبأشخاص يرفدون بها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر